موسيقى الخميس الخامس من سبتمبر أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس وتتابعون معنا اليوم تهدد الأمنة الدوائية لدوية المحظورة تحاول التسلل للبلاد وتابعوا معنا أيضا حكومة الوحدة تؤكد العمل على معالجة الأوضاع المالية لنحو 9800 كادر طبية تفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلاس أولى فقراتنا جعل في أخبار صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار موسيقى في صدى الأخبار تلتحق بنا مباشرة زميلة نسرين سليمان مساء الخير نسرين وبداية ننطلق بقرار محكمة السنف بنغازي التي أعلنت عزم تنفيذ حكمها بخصوص إلغاء قرارات الرئاسي المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي قديمي لنا التفاصيل بالفعل وقاء أعلانات المحكمة السنف بنغازي عزم تنفيذ حكمها بخصوص إلغاء قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي وهم قرار 19-21-82 لسنة 2024 وعودت محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق إلى مهامه جاء ذلك في شهر التبليغ وأعلان عزم على تنفيذ خلال 24 ساعة بناء على طلب مجموعة من الطاعنين وهم رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وتنوب عنهم قانونا إدارة القضايا فرع بنغازي الكاء المقرحة في بنغازي شارع سوريا مبنى السجل المدني نعم نمر لتصريح تحصلتم عليه من مصدر بالمجلس الرئاسي الذي اعتبر أن قراراتهم تعد من أعمال السيادة وغير خاضي على القضاء بالفعل تحصل صحيفة الصدى الاقتصادية على التصريح جاء تعليقا على حكم محكمة السئناب منغازي من مصدر بالمجلس الرئاسي وجاء تعليقا كما ذكرنا على حكم محكمة السئناب منغازي بشأن سحب قرارات المجلس الرئاسي بخصوص المركزي المنظر بالمجلس الرئاسي أكد لصحيفة الصدى الاقتصادية أن قرارات المجلس في ضل حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في قراراتها السابقة تعد من أعمال السيادة وهي قرارات غير قاضعة للقضاء من جانبها المركزي أصدر بيانه السادس عشر وطالب بتنفيذ حكم محكمة السأنف بنغازي بالفعل في إطار سلسلة من البيانات التي أصدرها مصرف ليبيا المركزي منذ الظار المجلس الرئاسي لقرار بتغيير مجلس إدارة المصرف أصدر المصرف بيان رقم ستة عشر أشار فيه إلى استمرار عمليات اقتحام مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس حتى تاريخ الأربعاء الموافق أدابع من سبتمبر 2024 ولليوم الحادي عشر على التوالي وصدرت اليوم الصحة التنفيذية للحكم الصدر عن محكمة السأنف بنغازي بقبول الطعن في قرارات المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي وبإيقاف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي وبذلك تكون الإدارة منتحيلة الصفة ملزمة بتنفيذ الحكم فورا حسب ما جاء في البيان وطالب البيان الجميع بالإدعان لحكم القضاء وحدد من استمرار العبث والتصرفات التي تسيء لسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي حيث قامت الإدارة بإيقاف مستخدم الموظفين الرافضين الامتتال للقرارات غير القانونية الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي فضلا عن إرغام البعض منهم على الحضور وتهديدهم ودويهم وضغط عليهم بعدة وسائل خارج الأطر الإدارية والقانونية وحمل البيان أخيرا المجلس الرئاسي وهكومة الوحدة الوطنية والأطراف التي شاركت في عملية الاقتحام المسؤولية القانونية والتاريخية أمام الله والوطن ونختم مع مرسلة موجهة من النيابة العامة إلى داخلية الوحدة الوطنية ماذا جاء في هذه المرسلة؟ بالفاتح حصل صحيف الصدى الاقتصادية على نسخة صادرة من النيابة العامة خاطبت من خلالها داخلية الوحدة الوطنية وجاء فيها أمر بالقبض على محمد بحرون في قضية قتل عبد الرحمن البيتجة وجاء في هذه المرسلة أنه تولت سلطة التحقيق باحث واقعة قتل المواطن عبد الرحمن سالم ميلاد يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر 2024 وأسفرت الإجراءات عن تعيين المركبة الألية التي استعملها الفعلا لتسهيل قدومها قدومهم إلى محل الوطنية ومغادرتها وتم تعريف هويتهم وبناء عليه تتكليف الجهات الضبطية بإنفاذ أمر سلطة التحقيق شكرا لك إذا نواصل وإياكم ونمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار أخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعنوين الغرياني يؤكد تأييده لقرار المجلس الرئاسي بإقالة الكبير الأدوية المحظورة تحاول تسلل للبلاد والنفط يواصل خسائره واحتمالات زيادة تنددات أوبيك بلاس كانت هذه العنوين وإليكم التفاصيل عبر الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام البلاد على تأييده لقرار المجلس الرئاسي في إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزية السابقة صديق الكبير معتبرا أن هذا الإجراء على صواب وجه خدمة لمصلحة المواطنين مجلس الرئاسي أصدر قرار هذه المرة وكان صوابا وأنا أطلب منه أن يستمر في إصدار هذه القرارات ولا يرتعش ولا يلتفت ولا يخاف من أحد والله سيكتب لكم التاريخ يا مجلس الرئاسي لو أنتم اتخذتم قرارات بتجبيد مجلس الدولة والمجلس البرلمان ودعوتم إلى انتخابات والله سيكتب لكم هذه القرارات في صحائف من نور وتذكرون بها بينكم وبين أولادكم وأحفادكم ويكون مفخرة لكم مفخرة لكم في الدنيا وعند الله ثوابها عظيم وأجوى كبير لأنكم أنقذتم البلد من هذه الهيمنة الأجنبية الكافرة الصهيونية اللي هيمنوا علينا هم كفرة هم عملاء صهاينا هل هيمنوا علينا السفيل البريطاني ولا السفيل الأمريكي والأم المتحدة كلهم يأتمروا بأمر الأمريكان والإنجليز وهم الذين باعوا فلسطين وهم الذين لازلوا يقاتلون إخوانا فلسطين ماذا تتوقعون منهم فأنا أطلب من المجلس الرئاسي أن يصدر القرارات النافعة التي تعود بالخير عليه وعلى بلدي وعلى وطنيه ربط محافظة ليبيا المركزية صديق الكبير عودته من الخارج بحل أزمة المصرف المركزي وتلقيه ضمانات بالعودة الآمنة وقال أن ما حدث انقلاب مخيف وفق وصفه يمثل محاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا وسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية بدعم من بعض الدول الأجنبية التي لم يسمها وضف الكبير في حوار مع موقع المونيتور الأمريكي أنه وفريق عمله اضطروا للفرار من ليبيا بسبب التهديدات ونحن الآن في اسطنبول سنبقى في الخارج حتى حل الوضع وتلقي ضمانات بالعودة الآمنة إلى مكاتبنا وفق تعبيره أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اختيار ليبيا ضيفها شرف في ملتقى تعاون الاقتصادي التركي العربي الثالث والعشرين الذي يشارك فيه أكثر من 150 شركة متخصصة وأكثر من 300 خبير في مختلف المجالات الطبية وشارك نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح في افتتاح الملتقى المنعقد في اسطنبول والمعرض الثاني للسياحة العلاجية والطبية والمعرض الثاني لمستحضرات العناية التجميلية والمعدات الطبية الذي تنظمه جماعية تعاون المشترك للبلدان التركية والعربية حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها في موضوع آخر قام رئيس وحدة الرقابة سجل جمعة دكتور أبو بكر مروان رفقة مفتشي ومكتب جمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي وعناصر الأمن الداخلي بزيارة تفتيشية استهدفت بيت للعمل الوافدة يتخذون منه معملة لتحضير الأطعمة بطرق غير صحية في تجورة وقد تم قفله إحالة صاحبه للنيابة العامة من حيث الإختصاص الآن الكشير بطاطة بطاطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استعرض مسؤول وزارتي الخدمات المدنية والمالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ملف الإفراجات المالية والملفات المعروضة من جهات صحية في هذا الإطار وعددها 12 ألف ملف حيث جرى استبداد أو استبعاد عفوا الوظائف الإدارية منها والإبقاء على المهن الطبية والطبية المساعدة وعددها 9807 ملفات جارن العمل على معالجة أوضاعها وتناول الاجتماع استكمال الإجراءات المتعلقة بعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية وأعطائهم الأولوية في الإفراجات المالية إلى جانب تحديد العجوزات الواردة من وزارة التربية والتعليم في التخصصات المطلوبة بالمراقبات وأعطائها الأولوية وفق المعايير المعدة من اللجنة وجهة أخرى تمثل تهديدا لصحة المواطن ما لم يقع تصدي لها بكل حزم على وهي ظاهرة تهريب الأدوية سوى المحظورة أو المخشوشة والذي يمثل تحدي للجمارك أمام محاولات تسرب هذه الأدوية وإغراق السوق بسموم من شأنها أن تهدد الأمن الدوائي التقرير التالي ومزيد التفاصيل في إطار سعيهما المتواصل لحماية الأمن الدوائي للبلاد ومكافحة عمليات التهريب بكافة أشكاله تمكن أعوان جمرك المنطقة الحرة مصرطة من ضبط شحنة أدوية أعصاب محظورة قادمة من دولة الهند وتقدر بحوالي 2 مليون قرص مخدر من نوع حبوب لاريكا داخل حاوية بسعة 40 قدم ضبط حاوية كما نبين أمامكم ساعتها 40 قدم هذه الحاوية قادمة من دولة الهند اتضحها وجود أدوية عند صحب منها عينات وعرضها على مركز القابة الأغذية والأدوية بسراتها اتضحت أنها عبارة عن حبوب أريكا دات تركيز عالي 300 ملي جرام كمية هذه الحبوب تزيد عن 200 أو 2 مليون قرص بإضافة إلى وجود أدوية أخرى محظورة عملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمنع دخول المواد المهربة إلى ليبيا وضمان سلامة المواطنين من خلال إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة غير أنها تعيد إلى السطح من جديد المخاوف من تهديد الأمن الدوائية عبر تسلل الأدوية المحظورة أو غير المشروعة رغم المحاولة المستمرة في كل نقاط التفتيش بكل المعابر سواء البرية أو البحرية لإيقاف عربدة المهربين مخاوف أيدتها تقارير دولية حيث حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تهريب أدوية مخشوشة ودون المستوى المطلوب إلى ليبيا عبر الحدود الجنوبية للبلاد من أسواق دول منطقة الساحل الإفريقية تم تأكيد وقائعها التقرير الأممي الذي حمل عنوانه الاتجار بالمنتجات الطبية في الساحل كشف هول الاتجار غير المشروع في الأدوية المخشوشة المتداولة بنسب تتراوح بين 19 و50% من إجمالية الأدوية في أسواق دول الساحل الإفريقية كما أكد أن الموانئ البحرية الرئيسية في غرب أفريقيا تستخدم لجلب الإمدادات الطبية المتجهة إلى دول الساحل ومن ثم تهرب بعد ذلك عبر طرق التهريب التقليدية عن طريق البر مشيرا إلى الاتجار في كميات صغيرة عن طريق الجو باستخدام الشحنات البريدية أو الركاب ولم تكن العملية سابقة الذكر ممفردة بل هي سلسلة من العمليات المتواصلة لإحباط محاولات تهريب هذا الصنف من الأدوية الخطيرة على صحة المواطن في ظاهرة غذتها الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة وغير المستقرة وبذلك يبقى وعي المواطن البسيط التي تتقذفها أزمة البلاد عاملا أساسيا تعرضه جهود الجهات الجمهورية لمحاولة ضمان الأمن الدوائية الذي بات على المحط في هذا السياق ينظم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ محدين نويجيا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أستاذ محدين مساء الخير أهلا بك معنا في اقتصاد بلاسوة كما تبعت في التقرير نود معرفة ما مدى انتشار هذه الظاهرة ظاهرة دخول هذه الأدوية المخشوشة إلى التراب الليبي وأيضا ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في وزارة الصحة لمقاومة هذه الظاهرة مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام طبعا نحن نحكو على ظاهرة أحد الظاهر اللي أترت في الشباب في هذه السنوات يعني كترة انتشارها خلال السنوات العخيرة اتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير وهي مراسلة الجهات الضبطية والجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة منها المنافذ والجمارك بعدم تداول أي نوع من أنواع الأدوية والسماح بدخولها إلا إذا كانت أدوية طالبتها وزارة الصحة أو هي أدوية من ضمن المصانع المسجرة لدى الوزارة ولا تستدخل بصورة رسمية للجهات الطبية فقط ولا تسمح لتداول هذه الأدوية حتى في القطاع الخاص إلا عن طريق وزارة الصحة نعم أستاذ محدين ما هي الأدوية التي لاحظتم أنها تدخل بكثافة والتي تم العثور عليها هل نتحدث عن أدوية مخدرة أم هناك نوع معين من الأدوية التي يتم تداولها والله هي التهريب الأدوية يعني شامل جميع أنواع الأدوية الأمانة وللأسف جميع أنواع الأدوية منها البانادول والبراسيتامون الأدوية التي هي بسيطة جميع الأدوية حاليا منتشرة في السوق أدوية مخشوشة أدوية غير مسجلة لدى وزارة الصحة وغير مسجلة بهية الرقابة الأغذية والأدوية ولم يسمح بتداولها نجدها الآن في الأسواق الخاصة لبعية الأدوية منها الأدوية المخدرة طبعا بجميع أنواعها جميع الأنواع حاليا منتشرة داخل البلاد والجهات الضبطية والجهات الرقابية يوجد عندها العالم يشتغل علىها جهاز مكافحة المخدرات جمارك كل هذه الجهات تشتغل على مكافحة نعم خداما أستاذ ما هي توصياتكم للمواطنة يعني للحفاظ على صحتهم ولحمايتهم من هذه الأدوية المخشوشة والله على المواطن أن يتجه إلى الأدوية التي هي مسجلة رسميا تدخل عن طريق الطرق الرسمية أدوية التي هي ترقابة على الأغذية والأدوية يعني واخد منها تحليل واخد منها عينات ما لا يوجد بها أي ضرر هذه الأدوية تعتبر نحن نقول لها البراندات التي هي العلامات التجارية الأصلية موجودة في السوق صح الأسعار ممكن تكون مرتفعة عن الأدوية المهربة المخشوشة لكن الأدوية الأصلية هي التي لها تأثير إيجابي على صحة المريض شكرا لك أستاذ موحدين نويجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة فاصل قصير ونوصل معكم اقتصاد بلاس مساء الخير أهلا بكم من جديد اقتصاد بلاس متواصل وصلت أسعار نفط خسائرها مع توقعات المستثمرين زيادة إنتاج أوبيك بلاس من أكتوبر وتزايد مؤشرات ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم مما أثار المخاوفة بشأن نمو الاستهلاك في المستقبل وتأتي الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.3% لخام برنت الأسبوع الماضي وتراجع بنسبة 1.7% لخام غرب تكساس الوسيط وقالت ست مصادر من منظمة البلدان المصادرة للبيترول أوبيك وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة باسم أوبيك بلاس ليرويتز إن المنظمة على وشك المضي قدما في زيادة ينتاج النفط المقررة اعتبارا من أكتوبر ومن المقرر أن تزيد ثمانية دول أعضاف أوبيك بلاس انتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر ضمن خطة للبدء في الإلغاء التدريجي لأحدث شريحة من تخفضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا مع الاستمرار في إجراء تخفضات أخرى حتى نهاية عام 2025 وتكبد كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين إذ بددت المخاوف الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة تأثير اضطراب الإمدادات الليبية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفي ليبيا استانفت شركة الخليج العربي لنفط الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل يوميا لتلبية الاحتياجات المحلية في حين لا تزال الصديرات متوقفة حسب مقال مهندسون أمس بعد أن تسبب خلاف بين فصائل مسلحة في إغلاق معظم حقول نفط بالبلاد وزاد التشاؤم بشأن نمو الطلب في الصين بعدما أظهر مسح رسمي يوم السبت الماضي أن نشاط الصناعات التحويلية هناك هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال أغسطس مع تراجع أسعار البيع بالتجزئة في المصانع وقلة الطلبية رغم أن مسحا خاصا يغطي شركات أصغر تعتمد على التصدير أظهر علامات على تعافي مؤقت في الشهر نفسه وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن استهلاك النفط في الولايات المتحدة تباطأ في يونيو إلى أدنى مستويته الموسمية منذ جائحة كورونا عام 2020 وبهذا مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية ما أعدنا اليوم من اقتصاد بلاس شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر